السلام عليكم حبيبي انا ماما كوكا انا جاي اتكلم على حاجة كده وانحنا بنتملى بنغلط فيها بس مش هنغلط بقى تاني ازاي اعرف ان الكلمة في نهايتها تاق مربوطة ولا هاق مربوطة اللي هي في الاملاء طبعا معروف ان التاق المربوطة بتتنتق احيانا هاق وتتكتب تاق علشان كده احنا بنطلغبط سهل جدا احنا بقى مش هنطلغبط لما نعرف نعمل ايه اول حاجة احنا نزود للكلمة ياق ملكية يعني اخليها ازود لها ياق الحاجة تبقى ملكية وانطقها هتظهر على طول في النطق واتعرفنا هي هاق ولا تاق مربوطة زي مثلا كلمة اله وجه هنضف لها ياق الملكية هنقول الهي وجهي يبقى طلعتها اوكي كده هنيجي بقى تاني لكلمة حديقة اسرة هنضف لها الياء الملكية نقول على حديقة حديقتي راح تبانت اهي اسرتي اذا هي تاق مربوطة شايفين سهلة زي حطوها في رأسكم طيب نعرف بقى ازاي النون اللي في اخر الكلمة اصلية ولا نون كدابة اوه في نون كدابة اللي هي التنوين بالفاتح عشان احنا لما بننطقه بنقول نون وهي مش موجودة اصلا زي شكرا تشوفوا قلت نون وهي مفيش نون كتابا قلما اهو بنطق نون بس نون كدابة مش موجودة طب نعمل ايه بقى نضيف للكلمة الالف واللام لو اختفت بقى نون تبقى نون كدابة علشان بتخاف من الالف واللام لكن لو اصلية ما بتخافش وتفضل زي مثلا الشكر اهو شوف شكرا حطينا الف لام بقت الشكر الكتاب اختفت النون القلم شفتو هربت بسرعة زي لكن في كلمة بقى زي حنان ميدان زمان نضيف الالف واللام كده ونشوف النون دي ايه الحنان الميدان الزمان ثبتت على موقفها تبقى دي نون اصلية ايه رأيكو بقى يا حبيبي الى اللقاء في حاجة تانية ما تنسوش بقى لايكو وشيرو واشتركو مع ماما اوكا اوكي باي اوكي اوكي باي اشتركوا في القناة